رشا وصلنا على ختامة صباحنا غير ورح نحكي بمساحتنا النفسية والتوعوية عن القلق الامتحاني يعني مثل ما ذكرنا من شوية لو عم تكتر هدو القصاص لأنه نحنا بأن أجراء الموضوع الساعة يعني كل العائلات السورية مهتمة بهذا الموضوع القلق الامتحاني كتير بيعانوا منه مو بس حتى الطالب كمان الأهل والمدرسين نحكي كيف ممكن احنا نتعامل مع هذا الضغط كيف فينا نزيله وشو نصائح الاستعداد للامتحان كل هاي التفاصيل بسعدنا نحكي مع الأستاذة رائدة بعكر مدرسة الرياضيات وخبيرة في مجال العمل الترؤوي صباح الخير وأهلا وسهلا فيك سهل صباحكم أهلا وسهلا فيكم أنا سعيدة فيكم مرة تانية أهلا وسهلا أنا مرسوطة بحضرتكم هلأ إذا رجعنا هيك شوي بذاكرتك للقلق الامتحاني اللي أنت مرأتي فيه اليوم ذاكرتك بتسع فيك بهدول اللحظات اللي كنا نفوت فيهن على القاعة وناخد الورقة ونعيش هذا الضغط أكيد أكيد أنا أول شيء بوجه تحياتي لكل طلاب ولكل طلابي ولكل أنحاء الطلابي بسوريا أنا مقدرة قدي أنتوا بيتوتر بهدو أنا اليوم إن شاء الله أجيت لحط هالإطمئنان وخفف من توتركم وعطيكم بعض التقنيات لحتى تعيشوا بحياة الاستقرار النفسي أكيد كنا نقول يا ريت نحن رحينا الامتحان بيصير معنا شيء لحتى ما نقدم امتحان بدنا نهرب من الامتحان بأي طريقة فأنا مقدرة هاي الأمور فاليوم اسمحوا لي أن نقدم لكم بعض النصائح والتقنيات يلي بدأت تساعدنا على الخروج من حالة التوتر تمام خلينا نحكي كيف اليوم نحن قادرين نزيل هذا الضغط الموجود بفترة الامتحانات قبل وأثناء تمام أول شيء لازم نحن نعمل نتقبل هاي المشاعر كل ياتنا طبيعي إنه نخاف طبيعي إنه نعيش بحالة التوتر نتقبل هذه المشاعر السلبية بكل صدر رحب ونحاول نعمل عليها من خلال الاسترخاء هذا الاسترخاء يمكن أن نعمله قبل أيام من الامتحان نمشي بالطبيعة نلعب رياضة نقوم بعمليات تنفس نقوم نتقبل ذاتنا مع هاي الأفكار ونعيشها لأنه شيء طبيعي نعيشها والأهم من هذا كله ثقتك بنفسك خلي ثقتك بنفسك عالية جدا نحن ما لازم شيء يحبطنا وما لازم نخلي حدا يأثر علينا طالما نحن طلعنا وتقبلنا مشاعرنا السلبية وحاولنا نكون وثقين بنفسنا وثقين من هدفنا وثقين بإيماننا برب العالمين صدقوني ما في شيء بيوقف بوجهنا والتقنية الأهم من هالك كل ياته عيش اللحظة عيش التحفز العقل بيمشي على التحفز بيمشي على أنك أنت تحفزي يكون عندك شغف إذا ما حفزي بالقلق بالدمري وبتتعبي وبضيعي لوقته وبالتالي ما رح تلاقي فيه نتيجة إذن خلينا نحن مسترخيين قدر المستطاع الطاقة الاسترخائية كتير مهمة أنك تتنفسي ما في أحلم للنفس كوني متفائلة كوني في أمل كوني في بسمة عيش التصور الذهني أنا بنصح طلط الله بالأعزاء رجاء رجاء خلي عندك إيمان عيشي هذا الحلم تخيلي حالك أنك أخذ ورقة الامتحان يوميا رجاء عايشي هذا الجو الامتحاني أنك أنت أخذ ورقة الامتحان والأسئلة حلوة وبسيطة وعبت تسمي وتقولي أنا سعيدة فيها أنا إيجابية فيها أنا الله أكيد رح كون بكرة منيحة متل ما بتزرعي بتحصدي لكن وقت بتعطي لنفسك إحاءات سلبية أنا فاشلة وبكرة ما رح أعمل منيح وبكرة منيحة وبجوز معرف حل وهل أمور هاي وكذا لا بعديلي عن هالإحاءات السلبية رجاء عن إزراعي حياة إيجابية رح تقدم فيك ورح تعطيكي خطوات عيش حلمك عيش هدفك بعيد عن التوتر التوتر يضع على الوقت وهدر وتدمير للذاكرة والأهم من هذا كمان بتمنى كمان أنه نحن بنعمل شغلة كتير مهمة أني أنا خلي عندي جواتي يقين وعزينة يقين الإنسان شو ما بيسعى بيلاقي هدف مو أنا وقت بكون أنا بامتحان معناتها لازم عيش هاري الطوارئ واكتئاب وتوتر وما بعرف شو لا برجع بنصح جميع الطلاب أن يعيشوا حالة استرخاء قبل الامتحان وبعد الامتحان واثناء الامتحان رجاء عنه كتير حلو هاي إيجابية اللي عم تحكي فيها ولازم تكون موجودة عند الطلاب ولكن للأسف من لاقي مو الموضوع هي عند الطلاب عند الأهل اليوم أنت حضرتك مدرسة وبتعرفي حجم التوتر الكبير بيكون والقلق عند الأهل حتى في عبارات يعني وعينا عليها أو بالامتحان بيقولوا الأهل مثلا في الامتحان يكرموا المرء أو يوهان كنا نكتبع 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 له حاسب بورا أو هالجملة يعني بتعملك هاجس نفسي كبير كنت نحكي عن دور الأهل اليوم تماما وتأثيرهم العم يكون للأسف أحيانا سلبي بخلق هاي الأجواء جميل سؤالي كنت بيطرحوا سبقتيني شكرا لحضرتك على هذا السؤال معلش تركوا الطالب تركوا يتحمل مسئل يوتوب تركوا يتحمل نتيجة عمله ما تزق عليه قوم 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 بصير عنده ردة فعل الحياة إن فشل أول مرة ما بتوقف الحياة عند هذا الامتحان فشلنا أول مرة فشلنا تاني مرة وين المشكلة خليه يتحمل نتيجة عمله مو نحن ما نقوله أنت فشلت بالامتحان معناها نهاية الحياة لا مو نهاية العالم ورسمت بالامتحان ورسمت بالمادة وين المشكلة ما نعطيه أحباط نتطب عليه ناخده بالحضن نعلمه الثقة بنفسه والاتكال على ذاته خلي الأهل على جنب لو سمحته ما توتروا الطالب الطالب مو ناقصه إنه هو غير دعمكم وتشجيعكم مو التشجيع بالحالة الإيجابية ليك إبن جيرانك عم يدرس أنت ما عم تدرس ليك أنت كذا و هو صار قرر بالامتحان يلا أنت ضيعت الوقت رجاء تركوا الطالب هو يشتغل بيعرف حاله شو بده صدقوني وهو حاله رح يقدر نتيجة عمله بس اليوم الأهل يعني عند هاي الجملة بيوقفوا في نقطة كتير مهمة أنه هذول الشباب بعمر حساس وبفترة مراهقة للأسف عم تكون هذول الامتحانات المصيرية اليوم هي اللي عم تقرر دخولهم جامعة أو تحيق حلمون أو فشلون بعمر كمان عم يرافق إن كان الرفقات إن كان المشاعر الخارج البيت فالأم والأب يوم كتير حريصين إنه كمان يكون في مراقبة على الشب أو الصبي جميل هاي المراقبة ما تكون بدرجة الخنق نخنقه للطالب عنا كتير هذول أصال خنق ما نخنقه نخليه هو حالة استرخاء يحكي خليه يحكي خليه يحكي مع ذاته خليه يحكي اللي عنده لأنه إذا خنقتي رح توتريه وزديه له الطغط عني له أكتئاب صحيح وتفشليه تمام خلينا كمان نحكي عن موضوع كتير مهم هو ما بعد الامتحان مو بعد كتير بعد تقديم أول مادة اليوم كيف ممكن أو شو الطريقة الصحيحة اللازم يتعامل فيها الطالب بعد الخروج من الامتحان أول شي رح قلك شغلة إنه الامتحان بكليته عندي قبل الامتحان بكم يوم عندي قبل الامتحان بساعات عندي بقاعة الامتحان شو بدي أعمل عندي ما بعد الامتحان فالامتحان لازم نهيئله قبل الامتحان بسبعة أيام مثلا لقلك شغلة كتير طلاب بيعملوا ليله النهار ونهاره الليل بيضلوا يدرسوا كل الليل وبيناموا بنهار نحنا لازم نكسر هاي القاعدة أول شي لازم نعمله قبل قدوم الامتحان بسبعة أيام هاي القاعدة نشيلة من حياتنا لازم نعمل سيستم جديد أني أنا فيق بكير ونام بكير فرجاء يا طلابي الأعزاء يلعب يصر كل الليل وبدأ يروع الامتحان مو ما أقول يروع الامتحان وهم غمض عيون وعبي فرفك بعيون كيف بدأ تجي المعلومة كيف المخ بدأ يفهرس هذه المعلومات كيف أنت أنا بدأ تسترجعي هالذاكرة لي أنت ملياني كلياتها معلومات إذا ما كنت نايمة أنت شبعاني نوم وعامل عملية صيانة فرجاء أول شي قبل الامتحان بسبعة أيام أني أكثر هالعادة وأرجع إنسان طبيعي ومتوازن حتى أقدر فيك هلا قبل الامتحان بأثلت أيام لازم روح أتعرف على مكاني الامتحان لازم جهز أدواتي مو خلي الامتحان قبل بساعة روح دور على مركزي ودور على أدواتي لا لازم نحن نهيئ حالنا جسديا نفسيا مكانيا وين امتحاني شو الأغراض اللازمة شو الأشياء اللي الضرورية وأعمل ريلاكس قبل الامتحان بساعات لازم نفيق قبل ساعتين ثلاثة نقعد نعمل استرخاء تنفس نفتح الشباك ناخد أكسوجين نفطر قبل بساعتين إذا ما بدك تفطر لا تفطر كل تميرة كل سكريات سهلة الهضم عيش حياتك الامتحان هو شي عادي جدا وبسيط نحن من مهلوع الفاضي للطالب قبل الامتحان وانطلق ع الامتحان وانطل بسمتك هيك ومتفائل وامل وسقتك بنفسك وطاقتك كتير عالية من رب العالمين هلأ منرجع لقاعة الامتحان أول ما فوت ع الامتحان لازم فوت وأنا بقمة الرواق والهدوء مو بلش فوت بتهضم عرفيقي من هون بتهضف ع المراقب من هون الرجاع نحن مدرسين نم نعرف الطالب لا فوت بقاد بمكاني بشكل محترم ولبق وأني قدواتي قدامي المي الساعة التوقيت أهم شي قدامي وحط بطاقتي بكل هدوء حسيت حالي بتوتر بأخذ نفس عميق بتروض كل هاي المشاعر السلبية وبقعد مكاني وبهي حالي تماما بأخذ ورقة الامتحان طلع فيها بقراها بشكل سريع كاملة بهو سريع سريع لا للأسف سريع وهادي وبحاول عن كل سؤال اكتب كلمة مفتاحية أو ربط على ورقة الامتحان ولو بسيطة ممكن قانون ممكن كلمة ممكن شعر وارجع بلش حل بالأسهل لأنه عقلك اللواعي بيبلش يبلش على الحل الأصعب ويبلش يقلك أنا جاهز إذن استرخاء هادي ورقتي ببلش بالأسئلة الصعبة السهلة ثم الصعبة وبرجع بأكد على شغلة كتير مهمة لا تطلع قبل الوقت لا تطلع قبل انتهاء الوقت يا ما في طلاب للأسف برحلوا الأجزاء لأنهم بيطلعوا قبل الوقت حتى لو انطلع طلاب قدامك انت ما لك علاقة انت عيش اللحظة انتبه لورقتك وبس نترك هكي ودت ذاكرة اليوم ترجع وخلي انت ما تطلع قبل ما تخلص الوقت وانضل معك وقت اعمل مراجعة المراجعة بتكون أنا بالنسبة لألي بسميها مراجعة فنية وفي مراجعة غشيمة يعني يعني كيف باخد الورقة في كتير طلاب ياخدوا ورقة الامتحان بيراجعوا ورقة الامتحان لا يا ابني المراجعة تكون باخد ورقة السؤال وورقة الامتحان طلع السؤال الأول وبقارن حلي السؤال الثاني مو بتراجع الورقة الورقة مكتوب فيها كل شيء براجع السؤال رقم كذا مع الإجابة ويا ما في طلاب يكونوا نسينين أسئلة ويبلشوا خبطوا على حالهم صح صحيح تمام حتى بعد الامتحان عفوا منك فضل لأنه كتير أنا بأكد أنه بعد الامتحان خلصت الامتحان عملت اللي عليك تمام بطلع من الامتحان وكمان بدي ركز شغلك قبل الامتحان ما تروح قبل بساعة من الامتحان وتبلش تناقش مع رفقاتك أنا عملت هيك وأنا صويت هيك إياك 360 يوم هلق بهالربع ساعة ونص ساعة بدك تسترجع لا وبأكد كمان ما تحاول تدخل على عقلك أي معلومة جديدة قبل الامتحان يعني أنا فايت على الامتحان ما تبلش أحفظ جديد لا مخك معت خربطت اللي فوق ويلي تحت معت تسترجع المعلومات خليك قبل الامتحان ريلاكس هادي أي معلومة ما بدنا ندخلها وما نناقش أي حوار مع رفقاتنا تمام معلومات كتير مهمة أكيد ونحن اليوم بحاجة دائما نذكر بهذه النصائح ويكونوا اليوم أهلنا دعمين لطلابنا وفي نقطة كتير عن تجربة شخصية ما بعد الامتحان أحيانا بتكون المادة ما كتير منيحة أو نحس أنه نحن نكسرنا بهذه المادة أنه نروح لقرار الانسحاب فلأ أحيانا بتكون نحن وهم علاماتنا كتير منيحة فكتير طلاب عم تنسحب للأسف وما عم تكون مكسورة بالمادة فخلينا هيك نكفل الموات كلها وتكون النتيجة حلوة أكيد هلأ نحن سواء قدمنا الامتحان وخلصنا طبام ما لازم نفكر بالنتيجة وقت تفكري بالنتيجة النتيجة أنت عملتها لعليكي لا تفكري بالنتيجة النتيجة التركية لبعدين هاي واحد اثنين طلعت من الامتحان ما تناقشي أي معلومة مع رفقاتك أنا كتبت هيك وأنا بتوقع عباب الامتحانات وبيبل شو عاد أنا كتبت هيك وأنا سويت هيك بيعمل أحباط طلع رجع عالبيت افصل نفسك تماما يلي قدمت وقدمتو ويلي عملتو عملتو انت حاول هيا حالك للمادة اللاحقة مو معناتها أنا انضربت بأول مادة اجي انسحب وقول يلا تماما نروع عالبيت بهدى وبضعي لربي وبحمد ربي نعم على الراحة والأطمئنان شكرا كتير إليك حبيبتي شكرا كتير إليك للأسف وقتنا خلص لليوم معلومات كتير ونصائح مهمة قدمت لنا يا هلاليوم شكرا كتير بالتوفيق للجميع بالتوفيق طلابي العزاء وشكرا للكم كتير أهلا وسهلا بي